هندسة خد كام، صيدلة، إعلام، اقتصاد يعني الكليات اللي هي بنتكلم سواء علمي أو أدبي كليات القمة وأعزي أقول لحضراتكم دي مش هتبقى كليات القمة بعد كده هتبقى كليات القمة وأنا بقول لحضراتكم هون من دلوقتي هتبقى كليات القمة كل ما هو تكنولوجيا والزكاء الصناعي كل ده اللي هيبقى القادم البرمجة لأن العالم دلوقتي داخل على ده حد النهاردة تخرج من يعني الأمن السبراني خرجين بيتخطفوا مطلوب ثلاثة أربعة مليون فرصة عمل ليهم مش في مصر في العالم في العالم كلمة خريج أو خريجة بيتخطفوا والله في حاجة كده طيب حد تاني بيقعد دور على شغل دور أنا بقولك بتتخرج بتتخطف بتجري سواء جوة أو برة العالم بيدور على الناس زول زكاء الصناعي الناس بيدور دلوقتي عليهم كل ما هو قادم اللي جاي هو ده مجال التعليم القادم سوق العمل هيتغير وبيتغير فإحنا لازم نبقى بصين على سوق العمل اللي جاي بعد سنة بعد ثانين بعد أربعة مع أولادنا وإحنا كمان بنختارلهم الكليات دلوقتي مرحلة أولى ومرحلة تانية أو مرحلة تالتة سوق العمل أرجوكم لو أنا بتكلم حتى زراعة ما أنا عندي بلد النهاردة بتزرع محتاج مهندسين زراعيين بلد كلها النهاردة بنزرع من أول تشكاء إحنا جايين من تشكاء وعندنا في إنا وعندنا في سواج وعندنا في المينيا وعندنا في مستقبل مصر والدلتة الجديدة وعندنا في سينة وعندنا في ودي الشيح في أسيوط يعني بنزرع